المئة من إجمال السكان في العراق يعانون من السمنة المفرطة حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية أي نحو 14 مليون عراقي لديهم مشكلة الوزن الزائد وترجع أسباب السمنة بحسب مختصين إلى ثقافة العراقيين بحب الطعام بشكل كبير فضلا عن انتشار المطاعم ومحال الوجبات السريعة في كل مكان مقارنة بقلة رواد المراكز الرياضية والصحية أو أي أندية لممارسة أي نشاط فيزيائي وتعرف السمنة علميا بأنها تراكم كميات كبيرة من الدهون في الجسم ما يؤدي إلى زيادة كبيرة في الوزن لا تتوافق مع طول وعمر الشخص ويصبح الشخص بدينا إذا زاد وزنه بنسبة 20% على وزنه الاعتيادي وهي أكبر من كونها مشكلة تخص جمال الشكل أو انسجام الهيئة لكنها تعتبر بيئة خاصبة للعديد من الأمراض والمشكلات الصحية السمنة أصبحت شائعة في العراق وبلدان العربية خصوصا بالفترة الأخيرة طبعا هي السمنة مشكلة تعتبر كمرض السمنة لها تأثيرات سلبية على صحة الجسم في الوقت الآن وفي المستقبل المخاطر الصحية على الأشخاص المصابين بالسمنة تزيد من احتمالات الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم وانقطاع النفس أثناء النوم والتهاب المفاصل كما قد تؤدي السمنة المفرطة إلى الإصابة بالجلطات الدماغية والقلبية ولتجنب السمنة يوصي مختصوط تغذية بشرب كميات كافية من الماء يوميا والحرص على تناول الخضار والفاكهة والتقليل من الأطعمة الدسمة والغنية بالدهون بما فيها الأطعمة المقلية والوجبات السريعة وتقليل كميات الحلويات والسكريات وكذلك مضغط طعام ببطء وتناول الطعام بصحن صغير الحجم والحرص على النوم جيدا إضافة إلى تقليل مستويات التوتر وكذلك مستويات التوتر